عدى 30 سنة مستنوين كاس العالم وعلى فكرة خليني أقول لك حاجة ما يمكن كنت بقدردش معك قبلها يعني اللي عاش كاس العالم 90 ما تبسطش قوي بكاس العالم 2018 أو ما حاسش إنه إن إحنا روحنا تاني كاس العالم 2018 تظل ذكرى التسعين هي الغالبة أو هي الحاضرة أو هي الأقوى عند المصريين مش عارف متفق معايا ولا تختلف آآآ متفق بشكل كبير جداً لأنه مساحة النجوم اللي كانت موجودة في 90 مختلفة عن النجوم في 2018 وإن كان فيهم السوبرشتار صلاح إنما النتائج كمان والأداء أثروا بشكل كبير جداً على المردود بتاعنا وعلى الانطباع اللي خدوا الشعب المصري جمهور المصري عن المتخب في أداءه في كاس العالم وإنتوا راحين كاس العالم 90 مع كابتن جوهري كان بقى بردو بقى أنا فترة طويلة أوي ما راح نشك أسر كان حاجة من أربعة أو تلاتة أجل تريباً يعني عادنا وإحنا نزل نضرب لنا كده تلات عقود أول من وإنتوا راحين كان عندكوا رهبة كان عندكوا خصوصاً كان معاكوا يعني بردو يعني منتخابين من تلاتة من العالة تقيل يعني هولان دا كانت بطل أوروبا 88 وإنجلترا طول عمرها مهما كان مستوىها متراجع قوة عظمة يعني هل كنتوا راحين بأمل أنكوا تعملوا حاجة كان فيه هدف معين متفقين عليه مع كابتن جوهري كواليس ما قبل الزهاب وإيه اللي اختلف وإنتوا موجودين في إيطاليا طيب من البداية أنا كماجدي ما كانش عندي رهبة خالص ما عرفش ليه يعني أنا مش عارف ليه مش مش ألاطة ولا كنت شلس احترفت كابت الماجدي لا كنت احترفت كنت احترفت كنت احترفت يمكن عشان كده ما كنتش حاسس بأن فيه حاجة صعبة أوي هندخلها أو ما كانش عندي الشعور ده إنما الشعور اللي كان عندي إنه وده كنا متفقين عليه كلنا مع كابتن جوهري إنه عايزين اسم مصر يبقى موجود في كاس العالم بشكل الناس تعرف يعني إيه مصر في الكورة لأن قبل كاس العالم محدش يسمع لنا أي حاجة خالص وده كان مأثر علينا في مبارياتنا الودية الدولية واشتراكاتنا سنت عملته معسكر أدد مع كابتن جوهري نعم بعد ما وصلنا كاس العالم بعد ما وصلنا كاس العالم بعد ما وصلنا كاس العالم بقى كل الدول عايزة تلعب مع مصر إنما قبل كده وفي تصفيات كاس العالم 86 وما كان فيه فرق كتير بتشترك فيها وبتعمل مباريات ودية قبل دخولها كاس العالم ما صدفتش إنه في حد من أي منتخب في العالم جي لعب مع مصر قبل ما يروح كاس العالم 86 مثلا إنما بعد كاس العالم 90 بقت خلاص مصر مركز في أفريقيا منور كل دول العالم عايزة تشترك معها خاصة إن الأداء وأول مشاركة لنا بعد فترات طويلة كان مشارف جدا وكان مسمع في العالم كله عملنا فيه كل حاجة عملنا فيه أداء كويس عملنا فيه نتائق جيدة عملنا غير تسببنا في تغيير القوانين في كرة القدم أيو دي ما عطش أولندا الشهير طبعا طبعا أكيد أحنا عملنا كل حاجة عملنا كل حاجة يعني وخاصة إنه إحنا كنا في مجموعتنا كان في بطل أوروبا وهولندا في التوئيد ده طبعا فالنود خالية وفرمتايكر وإنجلترا كانت من الفرق القوية في الوقت ده كان فيه سبوت على المجموعة تاعتنا كان فيه سبوت كبير جدا لأنه كانوا معظم نجوم العالم والمجموعة كانت كلها فاكرنا كلها تعادلات أيوة بالظبط يعني إذا كنا نتعادلنا مطش إنجلترا بالظبط كنا ممكن ندخل تالي لا فيه حصلكم بنا بقى في النحة التانية إنه اتعادلوا اتنين اتنين هولندا وإيرلندا الهولندا وإيرلندا حتى لو إحنا نتعادلنا مع إنجلترا كان حد فيهم هيتطلع عشان الأهداف كان فريق الأهداف فاكر في المطش ده إحنا كنا قريبين يعني مش عايزة أقلب المواجعة مساعة تحسبت أوف سايد دي تاني مش فاكر مش فاكر الأوف سايد أنا فاكر الفرصة يعني فشيلتون أعتقد كان هو حالس ماروانجلترا في الوقت كان شيلتون كان شيلتون صح وضعت وضعت لكن تبقى الزكرة حضر عند المصرين لغاية النهاردة تتكلم في 32 سنة اللي شاف كاس العالم ده واللي حضر كاس العالم ده كانت فرحة المصرين واللي ما شافش بيتفرج على اليوتيوب دلوقتي في جيلة ظلم أنه مرحش كاس العالم آه طبعا طبعا جيل كابتن حسن كابتن حسن شحايد 2006-2008 2008-2008 شوئي 6-10 جمعة جيل عظيم طبعا جيل عظيم يعني من الأجيال المؤثرة جدا في تاريخ الكورت القادمة في مصر يعني أفريقيا سيدان عمور زكي في أتيم كبير كله التشكيلة كلها تفتكر لو كانوا نجحوا في الوصول لكاس العالم كان ممكن يروحوا لبعيد أه كان ممكن كان ممكن لأن كاتر حسن طريقة أسلوبه في الشغل مريح يعني ما هوش مش ما يضغطكش ما يضغطكش فونس إن أنت ما تضغطش بتخليك تحاول تخرج كل اللي عندك بحرية غير لما تحاول تخرج اللي عندك اتضحت رولز لازم تتعمل لازم ده بيفرق مع العقل خلينا